لكن توقيت التظاهرات اليوم في مدن ليبية كافة من أقصى الغرب حتى الشرق والجنوب الليبي اليوم سيد الشريف بخصوص أن تتزامن هذه التظاهرات مع فشل اللقاء الثنائي بين عقيرة صالح والمشري هل هناك رابط بينهما؟ طبعا لا شك في ذلك هناك رابط هناك يعني إعداد لهذه التظاهرات منذ فترة الحديث عن دريق 1-7 سميت بطورة الشباب سميت بهذه المستميات وهذا هو نحن لا نمنع أو نقول من حق المواطن التظاهر وأن يعبر عن رأيه وهذه من الأشياء التي كان يطالب بها الليبيين خلال تورة فبراير ولكن لا شك في ذلك لا يعني تظاهر هو التخريب أو تحطيم وتهشيم الممتلكات الشعب الليبي نحن نعلم أن عمليات إحراق سواء كان البرلمان أو غير البرلمان سواء كان مجلس بلدي مصراته أو بعض الماكن الأخرى مجلس البلدي أو البلدية سبهة أو غير بعض المناطق تم إحراقها فهذه المصالح هي عبارة عن مؤسسات ومباني إدارية يعني تمس المواطن الليبي فلا ينبغي أن تتطور هذه المظاهرات من حالة التعبير عن الغضب أو حالة التعبير أو إيصال مطالب شعبية للمسؤول الليبي إلى عمليات تخريب وهدم وحل اشتركوا في القناة